خبرنا الثاني اللي يقول اكتشفت ثغرات امنية في عدة تطبيقات شاريت الشهيرة دعنا نعرف عن هذا التطبيق شوية اكثر اعلن شركة تريند مايكرو لامن تكنولوجيا المعلومات انها وجدت العديد من الثغرات الامنية في التطبيق الشهير شاريت وشاريت هو تطبيق مجاني لنقل الملفات والصور والفيديوهات وغيرها بين اجهزة التي تتوفر بها واي فاي ويعتبر التطبيق شهيرا في مختلف ذقاع العالم مع اكثر من مليار تنزيل من متجر جوجل بلاي ويقول تقرير الشركة ان ثغرات شاريت يمكن اساءة استخدامها لتسريب بيانات المستخدم الحساسة وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية من خلال التصاريح التي يطلبها التطبيق حلو طبعا هذا التطبيق انا مجربه ثامر بس اعتقد صار بيه ثغرات بالوقت الحالي ولذلك اكوشون بعض الاصلاحات تأتي من الشركة حتى تتغلب على هذه الثغرات لانه هو تطبيق مهم واللي منزلي بجوجل بلاي وحتى بستور اكثر من مليار تنزيل يعني شيء كلش عالي فعلا لكن بالأمور الأخيرة بلشنا يا مسلم نخاف من هاي التطبيقات بسبب الثغرات وبسبب الحصل الموضوع قبل فترة بسبب الواتساب فبلشنا نخاف ضمنا يعني اذا واحد عنده حبيبة وعنده شي سر بعد ما يحتي زينان ماذا نظل انا نخاف من الثغرات والتكنولوجيا وهذه الأمور نرجع للطابوكة والله يا ريت يعني بس احنا اللي ما عندنا شيء السنجل لا ونخاف بس اللي ليس سنجل لا اكيد يخاف انا اقول لا الشسم الطابوكة اهدأ راس بس يمكارتك وهذه النغمات القديمة ايه عفية لا برامج لواتساب ولا فايبر ولا هالشغلات بس اتصال بس راسيدي الرادي هو ايه عفية بس انا مع التطور لكن هي الثغرات وهذه الشغلات اللي تخوف احنا بعيدين عنها ونخاف منها الصراحة خصونا البنات اللي مثلا شايف انه طالبات الجامعة او طالبات المدرسة انه بيناتهم اكو غروبات واكو تواصل اجتماعي اكو ارسال صور عائلية او خاصة فبهيكي حالة انه راح يكون عدهم خوف من هذا الشيء يعني كل اي لحظة انه تنشر الصور او يتهكر الحساب فهذا الشيء خوف بس احنا نبه على شغلة تقنية وتقول هي داما انه انتبه يا مشاهدنا وكل المستخدمين حتى اي شيء بالتكنولوجيا او البرامج اللي تستخدمها كبرامج التواصل الاجتماعي وحتى البرامج هذه اللي تستخدمها تقول انه اي شغلات انت تستخدمها مثلا الاذونات اللي تدخل عليها بعد تنزيلك للتطبيق دائما امتنع عن الاذونات وحاول انه تقرأ الشروط قبل ما تتخذ اي قرار لتنزيل هذا البرنامج حتى دائما تكون بالسليم وبعد عن الثغرات الامنية وايضا مواضيع الاختراق موسيقى